شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع خمس مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بيكي وتستهدف مذكرات تفاهم إنشاء ثلاثة مصانع لتصنيع كبلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات وثلاثة مركز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية والتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه المواصلات وإنشاء صندوق الاستثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل تدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا ترجمة نانسي قنقر